اشتركوا في القناة بالضرورة عشان هيك الخطوات التي أخذها منكي إسرائي العمليا هي أنه سمح لكل البنوكي أنها تغلق لغاية 20% من الفروعة تبعتها وطبعا هو أعطى التعليمات أنه يحافظ على بعد جغرافي على الأقل عشان يقدر يعطوا خدمات لكل الزباين بكل المناطق والشغل الثاني أنه من هذه اللحظة كل واحد يدفوت على البنك لازم يعمل دور إلى جانب هذه التوصيات جاءت بنود تلخص الفترة الأخيرة اقتصاديا والتي تشير إلى استقرار مالي بالمجمل في السوق الإسرائيلي الأمر الذي لا يتوافق مع وقف استقبال العملاء الوجاهي خاصة وأن مسؤولية حماية العملاء تقع على عاتق الرقابة البنكية بنك إسرائيل يحاول من خلال هذه الخطوة أن يدخل الناس إلى مرحلة فيها التعامل يزيد عن طريق الإنترنت وليس بالتعامل الشخصي ولكن للأسف أولا لا نرى أن البنوك تقلل من عمولتها والمبالغ التي تقضاها من الزباين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مشكلة أن هناك قطاعات كبيرة وخاصة في المجتمع العربي التي هي غير جاهزة للتعامل بمثل هذا التعامل والبعد ما بينها وبين البنوك وبعد كبير وبالتالي بطبيعة الحال بعض من هذه الخدمات سوف تضرر بشكل كبير والتعامل ما بين المواطن وبين البنوك سوف يقل ولذلك أنا أعتقد أن يجب أن يكون هناك تعامل مختلف بين قطاعات مختلفة وبنوك مختلفة بحيث أن القطاعات التي تحتاج إلى الخدمة المباشرة يجب أن تبقى مفتوحة قد تختلف آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض لسياسات بنك إسرائيل الاقتصادية والرقابة البنكية لكن شيئا واحدا يتفق عليه الجميع وهو ضرورة مرونة وديناميكية التعامل مع الأحداث المتسارعة خاصة وسط الواقع الجديد الذي يفرضه فيروس كورونا كل يوم من جديد